موسيقى غارة اسرائيلية تستهدف جماعة جيش الاسلام وتخلف ضحيتين في غزة موسيقى ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكليكس بتهمة الاقتصاب موسيقى نشط الأخبار من أكاديمية فوكس الإعلام أهلا بكم ارتفع عدد ضحايا الغارة الاسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة يوم أمس إلى شخصين بينما وصل عدد الجرحى إلى ثلاثة وذكرت مصادر أمية فلسطينية أن شقيقين محمد وإسلام يسين لقيا حتفيهما عندما استهدف صاروخ إسرائيلي السيارة التي كان يستقلانها وسط القطاع من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي نبأ شن الغارة مشيرا إلى أنه استهدف مسؤولا في جماعة جيش الإسلام كان يخطط لخطف إسرائيليين في سيناء اجتمع الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء البحريني مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلري كلينتون واستعرض الجانبان عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك منها التأكيد على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار منطقة الخليج وإنجاح جهود السلام وصولا إلى الحل العادل والشامل في منطقة شرق الأوسط وعلى الصعيد الاقتصادي أعرب نائب رئيس الوزراء عن ارتياح لنتائج اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2006 والتي زادت من حجم التجارة بينهما بنسبة 25% برأت محكمة مدنية أمريكية ساحة التنزاني أحمد خلفان غيلاني أول معتقل في سجن جوانتانامو يمثل أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة برأته من 285 تهمة من تهم الإرهاب الموجهة إليه حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 ودانت المحكمة غيلاني البالغة من العمر 36 عاما بجريمة واحدة فقط هي جريمة التغطيط لتدمير أو إلحاق الدرر بالممتلكات الأمريكية باستقدام متفجرات بينما برأته من التهم الأخرى التي تشمل القتلى والتغطيط لارتكاب جرائم قتلى ويواجه غيلاني الآن حكما بالسجن 20 عاما على الأقل طلبت ممثلة الدعاء السويدية باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس على الإنترنت على خلفية مزاعم تتعلق بالاختصاب وكان مكتب ممثلة الإدعاء قد بدأ في ستمبر أيلول الماضي التحقيق في مزاعم الاختصاب ضد أسانج من جهته وصف أسانج هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة وانتقد ما وصفه بالسرك القانوني في السويد علما أنه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفين الصارمة التي تطبقها نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنتونيو لوفيني بعد 14 عاما من فراري أهلا بكم من جديد تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هاربا لمدة 14 عاما واعتقلت الشرطة المتهم أنتونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصبات كامورا المشابهة للمافيا السقلية في نابولي لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصبات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله سجلت أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003 وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاما وأفاد مسؤولنا صحيون بأن حالة السيدة طهرت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة الخطيرة مما يعني أن هناك احتمالا بتفشي المرض في الختام تذكير بأهم العنوين غارة إسرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة ستوك هولم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكليكس بتهمة الإختصاب بهذا نكون قد وصلنا إلى النهاية نشاطنا للمزيد من الأخبار يوجد زيارة موقعنا www.focusacademy.tv شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة